اشتركوا في القناة اكيد اليوم موضوعنا اكتر علاقة بالمأكلات اللي بتساعد الوقاية من بعض انواع من السرطان منها سرطان البروستات هلأ الخضرة عادة هي من اهم الاشياء اللي نحن لازم نتناولها بنظامنا الغذائي واكيد فيه اسباب لهالتوصيات من اهم الاشياء اللي بتحتوي عليها الفويكة هي بعض المواد اللي دراسة تفرجت خاصة وقت اللي نحكي عن خلايا سرطانية تحتوي اللي هي خلايا بروستات تحتوي على سرطان اللي هي مادة موجودة بفئة معينة من الخضار اللي هي الخضرة مثل الارنبيت مثل الملفوف مثل الكروم بروسل سبراوت ويمكن هون ما فيه بعد فيه تكملي لها الليحة هاي وقت اللي نحكي عن كمانة الركة الركة هي من نفس العائلة الواسابي وقت اللي ناكل سوشي هي كمانة من نفس العائلة كمانة الشينيز كابتش مارسي جيسي على الصور هي اكيد من هالنفس العائلة والدراسات تفرجت من كم سنة انه هالأنواع من الخضرة وقت اللي فيه مادة معينة موجودة به هالفقة من المأكلات اللي هي بتعطي ريحة هالخضار بس نطبخها إذا بتلاحظي بس تسلقي أرنبيت أو تشوي أرنبيت في ريحة سبيتيفية لهالأنواع من الخضار هالمده هاي وقت اللي بتتواجد عم نحكي نحن هنا باللبوراتوار خلية معينة بتتواجد مع هالخلية سرطانية بتمنع تكاتر هالخلية هاي وبتمنع تطور السرطان بها الخلية هاي دونك مش بس خلية البروستات كمانا دراسية عملت على سرطان الثدي كمانا على سرطان المسران دونك هالماده هاي مفيدة مش بس للوقاية من سرطان البروستات هلأ منسأل حالنا قدي لازم ناكل شو هي أكيد الكمية كيف لازم نطبخ يا هالتورا نحن وقت اللي نطبخ هالأنواع من الخضار بنظل نستفيد منها مية بالمية هلأ للكمية الدراسات بعدها مثل كل الدراسات يعني أنا ما فيني إيجي أقول الخضرة من هالعائلة هاي اللي هني أرنبيت بروكولي إلى آخره بتوقف السرطان وهيدي شغلة لازم كل المشاهدين ينتبهونها لأنه وقت كتير على الانترنت نقرأ إشياء أنه هيدا الخضرة بتوقف السرطان هيدا منه مزبوط صحيح بتساعد لتخفيف أكيد تكاتل الخلية بس بعدنا ما وصلنا لهالمرحلة هاي الكمية اللي لازم نستهلكها والدراسات دايما بتفرجي قديش فيه انخفاض بمعدل هالأنواع من السرطانية وتناول الخضار هي تقريبا بمعدل ثلاث حصص أسبوعيا وقت اللي نحكي عن ثلاث حصص أسبوعيا عم نحكي عن ثلاث أكواب تقريبا هلأ شغلة كمانا جديدة دراسات فرجتها أنه نحنا مع هالمادة هاي نحنا المادة الموجودة بها العائلة من الخضرة نحنا جينيا منختلف بكيف منتعامل معها يعني فيه أشخاص بتستفيد منا أكتر من غيرها يمكن كرميل هيك وقت اللي نحكي عن سرطان البروستات ما منحكي بس عن الخضرة في كتير عوامل تانية العلاقة بتطور هالمرض هيدا منا يمكن هالكاليتي جينيتيك يعني فيه جينيت معينة نحنا عنا إيها أولا كرميل تنقدر نعمل ميتابوليسم لهالماده هاي فيه ناس تستفيد أكتر من غيرها من هالماده هاي هالماده كيف توصل على جسمنا وكيف تتحول لأنه هاي نقطة كتير مهمة نعرفها خاصة وقت اللي بدنا نتناول هالأنواع من الخضار هالماده هاي لازم تكون تتواجد مع أنزيمة معينة موجودة بالخضرة وكمان بس نحنا نكلها البكتيريا بالجهاز الهضمي ممكن هي كمان أنه تشجع لامتصاصها وقت اللي نحنا نسلق الملفوفة والأرنبيت ونخفف من هالأنزيمة اللي بتساعد لامتصاص هالماده هاي شغلة تانية كمان نحنا وقت اللي أكيد نسلق ونكب المي نحنا كمان منكون عم نخفف من فعالية هالماده هاي مثلا البروكولي هو من الخضرة اللي بيحتوي على كمية قليلة دجا من هالماده بالنسبة لغير أنواع خضار من هالفئة ووقت اللي نسلقه نحنا منكون عم نخفف من هالكمية من هالماده الأنتي أكسيدانت اللي نحنا بحاجة إلى نك أفضل نتناول هالأنواع من الخضرة نية هلأ أو البخار مثلا البخار كمان بتخفف من الكمية هلأ البخار والمايكرو ويف أقل من السلق أكيد بس بتظلها تخفف نخسر شوية نخسر من كميتها هلأ كمان نقطة كتير مهمة يعني يمكن يقول لي إيه بس أنه ما كتير إلى يمكن تأثير على نحنا امتصاصنا لهالمأكلات بس الدراسة تفرجت أنه مضغ هالخضرة بطريقة صحيحة يعني وقت اللي نبرش يمكن الكرومب أو وقت اللي ناخد الأرنبيت أو نلعوس منيح عملية المضغ كتير مهمة تتخلي هالأنزيمات وهالماده يتواجدوا سواء دونك الأشخاص اللي بيكلوا بسرعة هيده من الإشياء السيئة اللي هن بيروح عليهم من كمادة مفيدة للصحة مهم كتير المضغ لأنه بتخلي هالماده هاي امتصاصها أفضل كمان وقت اللي يكون عنا بالجهاز الهضمي خلل بتوازن البكتيريا بالجسم نحنا منكون عم نخفف من امتصاص هالماده هاي وما بيصيروا هالثلاث كبيت اللي نحنا لازم ناخدها أسبوعيا كمية حرزينة حرزينة بس نحنا إذا مثلا نهار أخذنا مأسالة ملفوف نهار تاني يمكن أخذنا كرومب ونهار تاني يمكن أخذنا صحن سلطة فيه ركا لأنه ركا كمان هي من الخضرة اللي بتدخل بين هالعيلة هاي نحنا منكون أمنا لجسمنا هالكمية اللي هي مفيدة أكيد إنه ناخدها هاي دي الخضرة إذا نقصت أو تعرضت للهواء بتأثر مثل غير فوكة أو خضرة هو الهواء ما بيهو اللي بيأثر على خسارة هيدا هي وقتل تحكي عن الفيتامين سي الفيتامين سي وقت اللي الفويكة والخضرة تتعرض للهواء وخاصة الأكسجين الفيتامين سي مثلا بيخف بس هالمادة هاي ما بتتأثر بي بس هون شغلة كمانا تينا مهم أنه نعرفها إنه وقت اللي مثلا الأرنبيت نشتري ونتركه وقت كتير طويل بالبراد بيفقد من كمية هالمادة اللي نحنا بحاجة إلى لكن مهم كتير الخضرة والفويكة نشتريها طازة ونتنيولها ونستهلكها دغري يعني صحيحة وقت الأشخاص ما عندها وقت يمكن تشتري أكتر من مرة بالأسبوع الخضرة تبعيتها البراد بيساعد أنه يحافز بس دايما الخضرة الطازة بتدلها أفضل خاصة هيد الخضرة كتير من لاعز أنه بيضاين صح مية بالمية يعني خاصة الملفوف يعني ملفوف كتير بيضاين أكتر من الخسة من الخسة صح هلأ في بعض الأشخاص يمكن تشتري الخضرة مفرزة أفانتاج الخضرة المفرزة إنه هي عم بتنحط دغري بالفريزر والفريزر بيحافز أكتر من البراد على هالمواد هاي دونك أفضل نشتريها مفرزة من إنه نحنا نجيبها ونحطها ونتركها بالبراد نرجع بعدين نستهلكها مثل ما كتا عم بقول مهمة كتير إنه نمضغ منيح الأكل ووقت اللي يقوله إنه لازم من لعوة سمنيح أو ناخد وقتنا بالأكل هيده شغلة كمان إلا فويد بامتصاص هالأنواع من المواد هالعايلة من الخضرة منا بس هي بتحتوي على هالمادة اللي كتا عم بحكي عنا هي كمان مصدر لغير أنواع من الفيتامينات نحنا بحاجة إلى لمكافحة كتير من الأمراض منا مثلا الفيتامين الفولات يعني السيدات الحوامل اللي بيهمن أنه يستهلكوا كمية كافية من الأسيد فوليك هل موجودة بهالأنواع من الخضرة نحنا بحاجة لتقريبا حستين بالأسبوع كمان هالأنواع من الخضرة بتحتوي على معدل عالي من الأليف نحنا بنعرف قد أهمية الأليف كمان لمكافحة كتير مشاكل صحية مننا الإمساك ومننا كمان سرطان المسران لونك مهم كتير أنه نتناول هالأنواع من الخضرة بشكل منتظم وما ننسيهن لأنه أوقات كتير يمكن لأنه بيزعجوا أو بيعملوا غازات من جانبهم أسألك أنه كمان كتير نعرف أنه هول الخضرة بيعملوا غازات أكتر من غير خضار ببعض الأشخاص أو هن معروفين أنه عندهم هالجانب السلبي فينا نقول هلأ هول الأنواع من الخضرة عند كل الناس في بعض المادة ما منهضمة كرميل هيك بتعمل غازات وكرميل هيك بتعمل انزعاج عند الناس مضبوط بالهضم بس برجع على نقطة كتير مهمة هي المضغ وقت اللي نحنا نمضغ الأكل نحنا منخفف من هال انزعاج اللي ممكن أنه يقدي لأنه منكون عم منخفف من وصول هالمواد هاي على المسران اللي هي بتعمل السلبي الملتجة 100% عم منساعد 100% بس بتظلها مثل كل الخضرة بتحتوي على كميات معينة من الأليف وكمان هي عندها خصوصيتها أنه بتحتوي على سالفر يعني هالمادة هاي اللي هي بت السالفر كونتينينج سوبستنسد هاللي بتطلع ريحة ومادة تانية كمان هي بتخلي أنه هالأنواع من الخضرة تعمل غازات في بعض الأشخاص لازم يبتعدوا عن هيد الخضار هلأ الأشخاص هاللي عادة في حالة مرضية الواحد لازم يتجنب يتناول هالخضار مضبوط عادة الأشخاص اللي عندهم مشاكل مسران غليز اللي بيعانوا من واجع مسران أو بيعملوا نفخة ريجلر اللي معروفين يعني بيكون الطبيب قالهم أنه في عندهم مشاكل بالمسران الغليز هولي أشخاص لازم يتجنبوا هالفقة من المأكلات لأنه أكيد عواردهم بدأت ديد هلأ لسوق الحظ لازم يلتجوا لغير أنواع من الخضرة هيدا ما بيعني أنه ما لازم من بعد ما يكونوا قطعوا بمرحلة مزعجة أنه يرجعوا يدخلوا تدريجيا هالأنواع من الخضرة بس بمراحل بينزعجوا أو بيكونوا متضايقين لازم يتجنبوا هالأنواع من الخضرة هلأ هوني نقطة كمينة مهمة الخضرة بالإجمال وخاصة الخضرة اللي بتزعج مثل الأرنبيت والملفوف الناس بتبتعد عنها لأنه بتضيع وقت اللي تأكل منها بس هيدا ما بيعني أنه كليا ما لازم نأكل لأنه الشخص مثلا اللي عنده مشكلة مسران الغليز هو شخص قاطع بمرحلة المسران عنده عم بيملتهب وعم بيؤدي لهالانزعجات بس تقطع هالمرحلة يعني لازم نرجع ندخل هالأنواع من الخضرة تدريجيا يعني في طريق أنه نمرن نظامنا جهازي يمكن أنه نعرفه أكتر على هالأنواع الخضرة يمكن مع الوقت بيصير يتقبل أكتر أو بيصير يهدم أكتر دايما دايما الخضرة الأشخاص اللي بتوقفها أو بتمشي على فترة كتير طويلة بتتناول الخضرة مسلوقة بس بس ترجع تدخل الخضرة النية بكمية بدأت تنزعج مشان هيك مهم أنه ندخلها تدريجيا يعني إذا نحنا معودين ناكل صلاتة ملفوف وضيقتنا وما بدنا نرجع ناكل صلاتة ملفوف لازم ناخد كمية كتير قليلة تدريجيا نزيدها كرميلتها شوي شوي المسران يتعود وقلة استهليك هالمأكلات هاي بالعكس بتخلي المسران يبطل معود وهون عم نخصص أكتر كمين الأشخاص اللي بدون يعملوا بقاية من سرطان المسران لأنه كمين هالمادة هاي اللي موجودة بهالفقة من الخضرة كمين نعمل عليها دراسات بالعلاقة بين سرطان المسران واستهليك هالأنواع من الخضرة كمين هالعائلة من الخضار بتحتوي على فيتامين سي كنا عم نحكي قبل إنه الفيتامين سي يمكن بيتأثر بالهوى وبالطبخ كمين وبيروح بالماء مشان هيك إذا بدنا نطبخ هالأنواع من الخضرة تنضل محافظين على الفيتامين سي على هالمادة الجلوكوزينولات اللي هي كمين مفيدة جدا الوقاية من سرطان البروستات نستفيد من الأليف أفضل إذا بدنا نطبخها نطبخها على البخار بدل ما نطبخها ونسلقها منفقد ذكرت عن السلق أنه سلق بالماء منخسر الفويد بس إذا طبخناهم بالطبخة وبقيوا هني والماء طبعهم كمين نكون عم نسر؟ كمين صحيح نتالي رح نخد بريك مشاهدينا وما نكافة من بعد اشتركوا في القناة